اهلا بكم في فيديو جديد من حكاية بنات فيديو النار ده نعمل مع بعض الغريبة ان شاء الله همانا مع بعض عبليكات البيتيفور وهنا من الغريبة زي من شايفين حلو جدا وكمان تعمال لزيز جدا اي بس ياريت اعملوا لايك للفيديو ده وكمان ان تشوفني اول مرة بليز ياشتراك في القناة ويفعل انجرس ويلا بينا نبدأ هنبدأ اول حاجة بالمقدير معنا ثلاث كبايات ونصف من الدقيق المنخول معنا برضو كباية من السمنة مش الزبدة دي سمنة بلدي ممكن استخدامي بلدي او مش بلدي زي ما انت عايزة السمنة دي بس سيحتها بعد كده عيرتها بالمنجو وبعد كده حطيتها في التلاجة المخروض انها تبات ليلة في التلاجة ايه وبعد كده معنا السكر منخول ما بين نص كوباية لتلات اربع كوباية لازم يكون سكر بودر منخول لازينا بقى هنستخدم الكريز ايه هنا هنبقى اسمه بس نصين عشان ما يبقاش كبير قوي لانه غريبة يكون حجمها صغير شوية ايه ونفس الموضوع برضو البندو واسمته على نصين ممكن برضو استخدامي لوز او فوزدو زي ما انت عايزة او برضو كبير سوداني اي حاجة ايه وده للي برضو بتجيبيي الازازة دي كده بعشر جنيه وهنستخدم برضو الفانيليا في ناس ما متحطش فانيليا بس يعني هتكون احلى بيها ايه او الحاجة الزبدة زي ما انت شايفين عايزة ارغالكم بس هي مش متجمدة هي متماسكة كده وساقعة لازم تكون ساقعة ممكن يعني تحطيها بالشرط الليلة كاملة بس المهم انها تكون برضو وتشوفو القوان بتاعها ايه ميسك زي ما انت شايفين كده مشترية ايه انا دلوقتي هحط الزبدة وهحط عليها السكر والفانيليا وهي هدربهم كلهم مع بعض بالمضرب ايه لو ما عندكيش المضرب القربة ممكن طبعا بالمضرب السلك او بايدك كده بكافي الان ايه بس ايه دي بالك كل فترة كده تنزلي الحاجات اللي بتكون على الاطراف ايه وتقلي بها مع الخليط كله كده علشان يكون كله ايه نفس اللون يعني وان هو ينضرب مع بعض كله ايه كويس جدا اهم حاجة ان تضربه كويس جدا ايه معلش هو هياخد وقت شوية وكمان لو بالمضرب سلك هيتعبك شوية ايه بس المهم ان انت لازم ايه توصليها للون الفاتح اللي هو زي الكريم افاكرين لما كنا بنعمل هسابلوكم اللينك بتاعه في اول كومنت تحت الفيديو ايه لو حابين يعني ترجعوا وتشوفوه اول ما شوفوش عايز ي اه زي من شايفين كده كل ما بتدربيه اكتر كل ما اللونة بيفتحها. احنا عايزين لونة فاتح يكون ابيض فاتح زي من انتوا شايفين كده اه ده الدرجة اللي احنا عايزينها. اه هو ده اللي هيخليها حلوة وهو ده اللي هيخليها اه مظبوطة معاكي فلازم تعملوا الخطوة دي اهم حاجة في البيتيفور والبسكويت والغريبة ان انتي لازم تدربيهم كويس جدا زي من انت شايفية يطلع معاكي شبه الكريمة بالشغل ده. بعد من توصلي بها للون ده والقوام ده هنبدأ بعد كده نضيف الدقيق. انا مش هضيف الدقيق كله. اه يعني هضيف نصه تقريبا كده. وابدأ ان انا اقلب العجينة كده مع بعضها شوية. العجينة وبعد كده اه بقية الدقيق. اه يعني علشان بستعرف ان انتي طالبها كويس. اه طبعا انا مش هضربها بقى بالمضرب. انا بعد كده ان انا هعجنها كده اه بيهيدك بالروحة جدا بتفركيها. اه زي ما تشوفوا معي دلوقتي. الحاجات المهمة ان انتي تعمليها ان الدقيق يكون منخول. اه السكر بودر منخول. ان سامنا تكون بردة من التلاجة وتكون متماسكة. اه زي ما شفتوا معي. في ناس بتحط بيت بس انا بصراحة مش هحط بيت. اه يعني عشان بيقولوا ان هي ما تبقاش مبصمة كده. اه بس عماتين زي ما شفتها معي طلعت حلوة جدا. اه بس كده خلاص. شايفين انا بعد ما عملتها اه لايتها لسه بردون فرويلة. ده طبعا بيرجع لنوع دقيق. اه علشان كده اه لانتي لازم تختبيريها زي ما انت شايفك كده. هتلاقيها معيك ومش متماسكة. دي طبعا لو دخلت الفرن بالشكل ده كده هتطلع عليها اه مش هقاقة كده من الجنب ومفرويلها مش هتنفق خلص ولا تعرفي اصلا اه تشكي ليها. في الحالة دي انا هضيف معلقتين من اه اه السامنة. اه بس انا مش معي انا دلوقتي السامنة بلدي فانا هضيفت السامنة عادي من العلبة. قلت دي السامنة زي ما انت عايزها بس المهم يكون برضو اه من التلاجة ساعين كده ومتمسكين. وهبدأ اضربهم بالمضرب من غير بقى على سكر ولا فاناليا ولا اي حاجة. هتضربهم هما بس كده مع بعض. لحد ما اعملوا معيك يشكل كريم. زي ما عملنا في الحبة اللي كانوا اه مع السكر بالزبط كده. اه زي من شايفة اللي انها طبعا بيفتح كتير جدا. اه وكمان اه هتديكي الفوليوم العالي ده وده هيخليه برضو اه ضروري انت توصلي للمرحلة دي كده. اه انا كده تمام مش هضربها بقى تاني اكتر من كده. اه كتير ممكن يحصل معاهم من الحركة دي ولو ان العجينة مش متمسكة. اه فده عادي جدا ممكن يحصل مع اي حد زي ما لطوركم على حسب نوع دي ايه. اه فانت هتضربها لحد ما تبقى معيك بالشكل ده كده. وهتبدأ ان انت تدخليها مع الخليط وتقليبيها. وبنفس الطريقة اه تاجينيها ان انت اه بتقليبيها بكاف في ايدك كده. اه زي من شايفين هنا شايفين بقت متمسكة بقت عجينة الطريقة معيكي تقدر تشكليها وتبقى اه مسكة معيكي مش مفرويلة خالص. اه بس كده المفروض ان انا دخل العجينة دي التلاجة. اقل حاجة نصيسها. اه بس قبل ما ادخلها عايزة بس ان انا اعمل جزء منها بالكاكاو. ده الكاكاو اللي هو الخام. اه مش اللي عليه سكر. هناخد منه على حسب الكمية اللي احنا هنشكلها. اه بس الاول هناخد اه حتة عجينة كده. اه من اللي هي الفانيليا. اه زي ما انت عايزة بقى يعني عايزة تاخد النصة عايزة تاخد حتة صغيرة مش عايزة تعملها خالص. اه دي ازواء وعلى حسب انت بتحبيها مسلا بالشوكلة ولا بالفانيليا. او اه بولادك مسلا بيفضلوا ايه. اه على حسب كده انت هتحددي اللي انت عايزة. اه مش هحط كاكاو كتير هجرب الاول كده بشوية. طبعا الكاكاو من اكتر الحاجات اللي بتبقى اه عاملة قتل فلازم تنخليها كويس. هي والسكر البودرة عاملة بس الكاكاو كمان اكتر زي ما انت شايفين كده. فلازم تنخليه كويس اوي في اي حاجة تضيفي فيها كاكاو. اه لازم تنخليه قبلها كده. وهبدأ اقلبها وعجينها معيها. اه زي ما انت شايفين انا حاس ان هي لسه محتاجة شوية زودت شوية كمان. طبعا حاجة لما تحط شوية بشوية ممكن تزاودي لك لما حطيت كتير وطلعت مش مزبوطة او كتير عليها مش جنتين دول. التلاجة الاول هتلي فيهم بورق البلاستيك ده اه وبعد كده او لو ما عندي كيش مسلا ممكن كيس بلاستيك. اه وتحطيها عليه وتربطيها عليها ومتدخليهم التلاجة ممكن نص ساعة او اكتر. اه انا هنا سبت العجينة نص ساعة بس في التلاجة وطلعتها طبعا العجينة بتحطيها ترتاح كده وتبرد شوية. اه علشان يعني هيسامنا سكر وكده فلازم تتحطيها شوية في التلاجة. اه انا هنا بقى هبدأ ان انا اه اشكلها. هنبدأ الاول بالفاناليا هتعمليها كده تاخدي قطعة. اه المهم بس ان انت تكون تعمل القطعة كلها مقاس واحد وتعمليها كده بيدك. اه تدوريها زي الكرة كده. اه طبعا دي حاجة سهلة جدا وكل الناس بتعرف تعملها ما فياش اي فكرة خالص. اه هتعمليها بالشكل ده زي ما قلت لك اهم حاجة المقسات ان هتكون كلها اه شبه بعضها نفس المقسة علشان تستوي كلها اه مع بعضها. على الاقل النفس الصينية اه يكونوا كلهم نفس المقسة. عايزة اتغير المقسات بعد كده زي ما هتشوفي معي بعد شوية. تغيري بس في صينية تانية بحيس ان انت تقدر تسيبها في الفرن شوية زيادة او تطلعها من الفرن شوية بدري. المهم ان تكون الصينية كلها تدخل مع بعضها وهتطلع مع بعضها. انا هنا هبدأ ان انا زينا هتحطي بس كده نص اه من الكريس بالشكل ده كده وتضغطي عليها. وبس انت مش هتفريدها بيدي كلها حية. مجرد انت هتحطي وتضغطي عليها. ونفس الموضوع مع البندق زي ما انت شايفين بتحطيها بس كده. وتضغطيها ضغطة خفيفة بس بتطلع بالشكل ده. اه انا عملت هنا برضو اه حجم اصغر شوية زي ما قلت لك. عايز يتغير المقس. يكون في صينية تانية عشان ترفيد انت يتحكمي في السبب بتاعها. اه عملت الجزء ده كده وهسيب الجزء الابيض ده على جنب شوية. وهكمل الصينية بنفس المقايز بس من الكاكاو زي ما انت شايفين هو نفس المقايز عشان اه تطلع كلها نفس السبب بتاعها مزبوط. اه بالشكل ده كده. اه علشان دولت اي انا هعملهم اه باللولي ده فاللولي ده حجم صغير. اه مش كبير. فلو عملتها كبيرة قوي هيكون شكلها مش مش لطيفة يعني انت تحطي حاجة صغيرة قوي. اه وهي كبيرة يعني فرق بين اللولية دي والكريس كتير جدا. فانا هضغطها زي ما انت شايفين بعمل بايدي كده حاجة بسيطة كده. افرد العجينة. وبعد كده ان انا هحط فيها اللولي دي. اه بالشكل انتو شايفينه ده. كده خلاص ان انا هدخلها دلوقتي اه الفرن على درجة حرارة ما تقلش عن مية واربعين وما تزدش عن مية وستين. هتاخد تقريبا في الفرن نص ساعة مش اقل من كده. اه كل شوية مع الوقت كده تفتحي وتبص عليها لحن ما تلاقيها بقت متماسكة ومستوية هي بقى كده خلاص. اه درجة الحرارة مهمة معنا معي بس هنا دي تشكيلة تانية. اه عملت كده دوير بالعجينة ما بين ده ودياني وبشكلها كده بتحطي تلاتة وتحطي عليهم واحدة باللون مخالف وتضغطيها عليها زي ما انت شايفة كده. تحط التلاتة تلزيهم كده مع بعض. وتاخد مسلا دول هنا اه فانيليا تاخد واحدة شوكلات وتحطيها عليها وتضغطيها بالشكل ده. انا كنت بحب بعمل دي كتير جدا ونا صغيرة مع ماما انو احنا اطفال كنا بنعملها مع ماما عشان كده الحرارة الوقت بعملها وحتى تطلعها بس واحدة لولي من فوق. اه هنا برضو تشكيلة تانية ممكن تعمليها برضو شكل مختلف بتجيبها عجنتين كده زي ما شفتي. وبيتطل فيهم مع بعض بالشكل ده بيطلع اللي هو اه بيسمو الشكل الرخامي مسلا او اللي هو نوع من انواع كده اه بيكون شكله حلو جدا لما بيستوي بيبين كده بتكون نص العجينة اه ابيض ونصها التاني اه بني زي ما شايفين اه بس كده ان انا بس هضغطها بالشكل ده كده اه واحط لها برضو اه واحدة من اللولي ده اه شايفين هو اللولي ما كانش كتير بس كفة كتير جدا وكمان تبقى منه شوية. اه يعني الازازة دي رغم انها كنا صغيرة بس ما تلاقيش ان شاء الله هتكفيك لو هتعملي المقدار بنفس المعيير اللي انا اه عملتها بالشكل ده كده انا ادخلها برضو الفرن عن نفس درجة الحرارة. وخلاص كده خلاص خلصنا وطلعناهم من الفرن. اه طلعوا طبعا زي ما بتدخل زي ما تطلع ما باش لها لها لون خالص الا بس من تحت زي ما انت شايفين لون وضع لون اصفر هيدي جدا. اه بس كده لكن الغريبة مش حتى تصفر زي اه ولا حاجة ولا البسكويت طبعا هي بتطلع كده كلنا هفاتح خالص بالشكل ده. اللي على اليمين دي على فكرة هي مش غمية بس الاضاءة. اه اللي على الشمال فتحة شوية لكن هنا على يمين غمقة ما فيش اضاء قويسة معلش بس عشان كده بين فرق في اللون. اه لكن زي ما انت شايفين طلعت جميلة جدا حلوة جدا لا فكت من ننع ولا فرولت ولا اي حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اعملوا اللايك والسبسكرايب وتولو رايكو في الكومنتات. اشتركوا فيديو دي ان شاء الله. باي باي.